السلام عليكم جاء الرد على ماكرون سريعا وعلى الملأ حيث قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدفع عدة ملايين وأفرج عن عشرات المعتقلين مقابل الإفراج عن سوفي بيترونين كونها آخر رهينة فرنسية كانت محتجزة في مالي وعند استقبالها في المطار كانت المفاجأة حيث أعلنت سوفي أنها أسلمت عند محتجزيها وأحبت دينهم وغيرت اسمها إلى مريم تاركة ماكرون في أزمة تضاف إلى أزماته المتصيلة ماكرون استقبلها شخصيا وكان يعتقد أنه حررها بعدما وقعت رهينة في مالي ووفر وصولها لفرنسا إذ أن الطبيبة الصوفي اعتنقت الإسلام وقالت لهم أنا مريم ولست صوفي مريم البالغة من العمر 75 عاما والتي كانت تدير مركزا لمساعدة الأيتام في مالي اختطفت في الرابع والعشرين من ديسمبر 2016 من قبل مسلحين شمال مالي كان من المكرر أن يكون ماكرون بإلقاء كلمة كونها آخر رهينة فرنسية إلا أنه غضب وغادر المطار بعدما أصيب بصدمة لدى استقباله عاملة الإغاثة الصوفي خالد السقيان يقول عبر توتر مواطنة فرنسية تبشر بالنصرانية في مالي تم احتجازها قبل أربع سنوات من قبل إحدى الجماعات المسلحة الرئيس الفرنسي ماكرون قاتل لإخراجها فدفع عشر مليون يورو وأطلق مقابلها مئتي معتقل واستقبلها في المطار عند وصولها لتبشره فور وصولها بأنها أسلمت ممونا 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 شكرا